أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان جولة جديدة من جولات المبادرة الرياسية حياة كريمة على شاشة اكترا نيوز هكون معاكم فيها محمد المهدي وفريق العمل في قناتنا اكترا نيوز هنشاهد وحنشوف وحنطمن كل مشاهدين في محافظة المنوفية خاصة في مركز الشهدة على ما يتم في المبادرة الرياسية بعنوان حياة كريمة لبناء الإنسان قبل أي شيء بجهود ورفع كفاءة وتطوير على أرض الواقع ما تم وما سيتم ومتى الافتتاحات وموعد الافتتاحات لهذه الأمور منها مركز شباب هنزوروا إن شاء الله النهاردة في كفر حجازي التابع لمركز الشهدة وكمان مركز تنمية الأسرة في جزيرة الحجر وكمان مدرسة تم تطويرها ورفع كفاءتها للطلبة والطالبات في جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهدة في محافظة المنوفية تابعونا وخليكم معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام في يوم جديد وجولة جديدة من مبادرة رياسية بعنوان حياة كريمة مبادرة على مستوى الجمهورية في مراحل متعددة احنا النهاردة في قرية كفر حجازي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والنهاردة بنسجل لحضراتكم في هذه الجولة اليوم من مركز شباب كفر حجازي بمركز الشهدة التابعة للمحافظة المنوفية ويسعدنا إن شاء الله إن حنبدأ حوارنا النهاردة في داخل هذا المركز المتوقع تسليمه قريبا إن شاء الله مع المهندس أحمد عطية مدير المشروع أهلا بحضرتك في فن أهلا بحضرتك احنا دلوقتي في مركز شهداء كفر حجازي مساحته الإجمالية 1900 متر مشطح عبارة عن ملعب مساحته 22 في 44 متر هو الملعب اللي إحنا شايفينه الخماسي آه وفي مبنى قائم بالوقتي عبارة عن فيه جيم وفيه حضانة وفيه بلياردو وبين جبون وكلام من ده التجهيزات استغرقت منكم قد إيه وقت عشان تضعوا المخطط للمركز بكل إمكانيات أو بكل إمكانيات اللي هتبقى متاحة فيه وإحنا شايفين ملعب تقريبا شبه جاهز بنسبة مثلا 90% وبقية المبنى الإداري ده اللي هو حيبقى فيه حضانة وفيه بلياردو وفيه صالة جيم أو كمال أجسام وغيرها تقريبا خدت وقت قدي عشان نبدأ في المخطط وعشان نبدأ نجاهز نشوف المبنى زي كده قائم والملعب قائم أيضا والله هو المبنى استغرق مننا في وقت الإنشاء ست شهور كان فيه طبعا تحديات في الإنشاء إن إحنا برضو في كرة وبتاع وصعوبة في دخول مواد البناء وكلام ده كله الحمد لله ربنا قدرنا الصعوبة عشان هنا إحنا في قرية ودرعة أو مصرف ومعدية أو مكان كبري الصغير تمام تمام فالحمد لله قدرنا إن إحنا نخلشه في الوقت المقرر والحمد لله هنا هل القرية كان فيه مركز شباب موجود قبل كده ولا ده أول مركز شباب يخدم كفر حجازي موجود قبل فعل مركز شباب بس طبعا مش هينفع أنه يتعمله رفع كفاء أو حاجة فاضطرنا إن إحنا نعمل إنشاء جديد لأن فيه هنا رفع كفاءة في الشهداء فيه أكتر من مركز شباب في مركز الشهداء كله فيه رفع كفاءة إنما إحنا ما دخلنا كفر حجازي وقلنا إن إحنا نعمل رفع كفاءة للمبنى ده فما كانش ينفع فاضطرنا إن إحنا لازم نلاقي أرض ونبني عليها مبنى جديد والحمد لله ربنا وفقنا فيه لوجستيات معينة خاصة في العمل مثلا عشان تجهيز صالة الجيم إن شاء الله لما يفتتح المبنى بشكلك النهائي أو البليارد أو غيره أو المبنى الإداري أو الحضانة مثلا فيه تجهزات معينة وضعتوها في الحسبان عشان نخدم المواطن اللي موجود هنا في كفر حجازي عشان الخدمة اللي حتتقدم له من خلال مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية تكون خدمة لائقة وذاتة جودة لا تقل عن مسئلاتها في المدن؟ طبعا طبعا ده كل ده تم قبل ما أصلا نقول حياة كريمة في الشهد لازم ده كله محطوط في الاعتبار مع المصمم المعمالي للمباني دي نعم أبرز الملاحظات الإيجابية اللي حضارك شفتها وحضارك مدير المشروع هنا في مركز كفر حجازي والله حاجة مشرفة جدا وحاجة كويسة جدا إن مصر يبقى فيها حاجة زي شكل كده ونعمل مراكز زيدية للشباب والكلام ده طبعا نعم يعني كان الأول ما فيش الكلام ده طبعا هنا المكان برضو لو حضارك ترصدلي في المستفدين لما نعمل مقارنة ما بين المركز الأديم اللي كان موجودا لحدك قلت كان فيه صعوبة لرفع كفاءته والمركز النهارده الجديد المتوقع افتتاحه قريبا اي الفارق الفارق شكلها لا الفارق كبير بالأرقام أو الحاجات اللي موجودة على الأرض عشان نطمن المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي على شاشة اكسرا نيوز والله هو المبنى الأديم ما كانش فيه ملعب تمام هو كان فيه مكتب للمدير وصالد باليارضو وجم وكده إنما ما كانش فيه ملعب كورة تمام ما كانش مؤمن بصور معاني لا 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 ما فيهش الكلام ده هنا فيه سهولة للوصول والخروج وانا شايف كمان فيه زي بسطات كمان للجمهور اه زي مدرك كده للناس اللي هتوعد متفرجة والملعب كويس مساحته كويسة جدا التجهيزات برضو داخل المبنى الإداري ده الخاص بمركز شباب كفرح جازي التابع لمركز الشهدة بمحافظة المنوفية التجهيزات معقولة بالنسبة مثلا للإضاءة للتكييف التهوية سيادتك كل غرفة أو كل فراغ لازم يتعملوا حاجة اسمها دراسة دوقية منهم برضو الملعب يعني قبل ما نصمم الملعب ده بنعمل حاجة اسمها دراسة دوقية للملعب نفسه إن الإضاءة كافية لللاعبين إن هم يقدرهم يستمتعوا باللعب والكلام ده وشايفين كمان إضاءات كشفة هتشتغل بالليل بحيس اللاعبين ممكن يجوا يلعبوا بالليل سواء أعضاء المركز أو اللي حابين يأجروا الملعب زينا بنشوف المركز شباب كثير أنا عندي هنا 12 عمود إنارة كل عمود إنارة فيه أربع كشفات بقدرة 400 واط الإضاءة كافية جدا 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 بشمهندس أحمد عطي أخذ من حضرتك كلمة أخيرة عن المبادرة اليسائية حياة كريمة ومركز الشباب أو هذا المشروع مركز شباب كفر حجازي في مركز الشهدة تابع لمحافظة المنوفية تقول إيه لكل بيشوفنا دلوقتي والله أنا بقول لهم بإذن الله ربنا هيوفقنا ويوفق مصرنا الحبيبة اللي معهومة وقادم وإن شاء الله ينواجه كل التحديات اللي قدامنا دلوقتي والله المستعان بشكرك شكرا جزيلا بشمهندس أحمد عطي المدير المشروع هنا في مركز شباب كفر حجازي التابع لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية شكرا جزيلا فن شكرا جزيلا ولسا كاملين معاكم مشاهدين الكرام من داخل قرية كفر حجازي تابع لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وإحنا هنا في مركز شباب قرية كفر حجازي المؤسسة حياة كريمة ده واحد من المشروعات اللي بتنفذها داخل هذه القرية وبيسعدنا النهاردة ويشرفنا إن شاء الله يكون مشرفنا ومعانا في هذا اللقاء الأستاذ جمالي جمل رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية كفر حجازي أهلا بحضرتك عبر شاشة إكسترا نيوز أهلا بحضرتك محمد ونورتونا وشرفت المنوفية ومركز شباب كفر حجازي وأول مرة قناة تنزل بلدنا إن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله إن شاء الله أستاذ جمال يعني كلمنا عن المركز الشباب هنا بيخدم كام مواطن في قرية كفر حجازي التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية والله محمد إحنا كنا من القرى المحرومة طوال الفترة الزمنية اللي فاتت ويجي مشروح حياة كريمة بتاع سيادة الرئيس ده طبعا كان بالنسبة لنا طاقة نور فكان عندنا مركز شباب مركز مكان إداري فقط ما كانش بيجذب الشباب أساسا والقرية دي عبارة عن حوالي 8000 نسمة فكان مبنى إداري وآية للسقوط فجاء مشروح حياة كريمة ده يعني يفتح للبلد حاجة جميلة جدا سواء في مجال الشباب والرياضة ولا الصرف الصحي كان أقرب مركز شباب يعني المواطنين هنا في قفر حجازي الفتيات والأولاد الصغار وحتى جيل الشباب أقرب مركز شباب ليهم عشان يقدروا يمرسوا في أي رياضة يبعد كام مسافة لا أولا كان بيخدم أنشطة ثقافية المركز الأديم مش أنشطة رياضية رياضية كان الشباب بتشترك في دورات خارجية فقط ولكن ما كانش موجود ملعب يعني ده نقدر نقول لمركز شباب كفر حجازي الواحد من ضمن المشروعات اللي فيه مبادرة رئيسية حياة كريمة حيخدم الجيل كله أو المواطنين كلهم في مجال الرياضة طبعا غير مجال الشباب وغير مجال التفقيف كمان طبعا يعني الأول مرة حيبقى فيه رياضة جوه قرية كفر حجازي بالضبط كده كان يعني موجود هنا برضو نشاط فيه مكتبة فيه تجهيزات لصالة الجيم لصالة ألعاب بلياردو وتنس طولة إضافة طبعا للأنشطة للكورة والكلام ده نعم هنا اللي كان بيهي برضو التحديات اللي بتقابل حابب يمارس أي نشاط رياضي داخل القرية حتى لو مسألة الرياضة للجميع مش بس رياضة البطولة أو رياضة الاحترافية بيعاني قد إيه والنهاردة مع الخير القادم ده إن شاء الله بعد أن يفتتح هذا المركز إن شاء الله بكامل قويته بكامل طاقته وتنتهي كل تجهيزات اللي فيه حيخدم قدية وحيشجع إزاي المواطنين هنا إن شاء الله للشباب كان بيتكبت جود كبير ووضع يمادي برضو لأنه كان بيمارس النشاط خارج نطاق القرية كان بيسافر مواصلات وبتاع عشان يمارس كرة القدم والكرة الطائرة يعني أكثر من 30 سنة أو 40 سنة بيعتمد على يسافر لأماكن أخرى عشان يمارس الرياضة طيب هنا برضو سمعنا فيه في المركز بالإضافة لصالة الجيم اللي خلاص يعني إن شاء الله في طريقة إن هي تجهز وصالة البلياردو وغيرها من إلعاب والملعب اللي إحنا وقفين فيه اللي هو هذا الملعب الخماسي وشايفين بعض التجهزات سواء من إنارة أو شبك موجود عشان حماية اللاعبين وحماية الأجهزة ممكن تنزل مع اللاعبين مثلا في دور حضانة هتفتتح هنا في داخل المركز إن شاء الله إن شاء الله تقول لنا تكلمنا عنها بشكل مفصل إزاي دور الحضانة وحتستقبل هل كان فيه دور حضانة قبل كده ولا لا لا في المركز القديم المبنى القديم ما كانش فيه هنا مجهز حضانة أطفال صغيرين وفيه ملاهي برضو مصغرة للأطفال دي فما كانش موجود قبل كده فشاء يعني كويس جدا للقرية بصراحة وحوالينا برضو بعض الكرة لسه برضو فبرضو حيمرسوا النشاط معانا هنا يعني دي ما وفرتش بس على مركز شباب كفر حجازي مش بس حيوفر على كفر حجازي وهذه القرية لا في قرى مدورة تابعة أو توابع للقرى قريبة من حضراتكم برضو يجوا ومرسوا معاكم النشاط الرياضي ونشاط السقاف طبع بشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام مرة تانية في نفس الجولة في محافظة المنوفية في مركز الشهداء لكن المرة دي في قرية جديدة كنا في قرية كفر حجازي والنهاردة في نفس الجولة دي احنا موجودين ولكن في قرية جزيرة الحجر في مدرسة الشهيد عثمان مدرسة الشهيد عثمان احنا نهاردة في فصل للأنسات أو البنات الأطفال الصغار اللي زي ما حضراتكم شايفينه منهاردة دي مدرسة من المدارس اللي تم تطويرها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة معايا طالبات كتير حبدأ من اليمين أتعرف بكي سلمة في سنة كام يا سلمة خمسة أول خمسة أول مبسوطة هنا في المدرسة وفي القرية هنا أنت العيش فيها مبسوطة بتاخدي وقت قد إيه لما تطلعي من البيت في الصبح تيجي هنا المدرسة تقريبا ربع ساعة كده ربع ساعة كان قبل التطويرها قبل المدرسة أو قبل المشروعات اللي انت بتشوفيها بتحصل في البلد هنا عندكم بتاخدي نفس الوقت ولا بيبقى وقت أطول شوي أطول سنة يعني وفرت شوي شكرا شكرا صاحبتك مي 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 هنا من نفس البلد من جزيرة الحجر وإيه رأيك في المدرسة هنا المدرسة جميلة وبتعلمنا الأخلاق الجميلة وأنا من فخورة بمدرسة صحباتك وصحابك أو زميلك صحباتك هنا أو زملائك هنا في المدرسة مدرسة الشهيدة عثمان بجزيرة الحجر بتتقابلوا مبسوطين بالتطوير اللي حصل بالأشكال اللي موجودة في المدرسة بالتطوير اللي حصل في المدرسة نعم طيب شكرا جزيلا وكمان برضو من الطالبات هنا الموجودين وده يعني فصل خمسة أول صف الخامسة الابتدائي في مدرسة الشهيد عثمان أتشرف بيك حبيبة سامة حبيبة هنا في التطوير وفي المقاعد كده إيه رأيك فيها في زميلاتك في الحوش تحت التوضيب اللي حصل أو التطوير اللي حصل شايفة يعني في نتيجة أو شايفة مثلا أنه هو أحسن من قبل كده ولا أحسن كتير من قبل كده والمدرسة تطويرها جميل أصلا شكرا لك بشكري زميلتك أشرف بيك جاسي جاسي أهلا بيك يا جاسي إيه رأيك النهاردة فيه يعني في الشغل اللي بيتم سواء هنا حواليكم في القرى المجورة أو في قريتكم أو هنا حتى على سبيل المدرسة مثلا مع المدرسين أو كده جميل إيه اللي بيعجبك في المدرسة بيحببك أن أنت تيجي في المدرسة بانتظام المعلمين بيدرسون الأولوات اللي هم بيدرسون هيا أنت عايز تقول لي كده شكرا لك شكرا لك أتعرف عليك فاطمة فاطمة تمام فاطمة هنا إيه اللي عجبك في المدرسة بعد التطوير شكلها جميل والمعلمين بيعرفونا اللي هي المدرسة اللي هم نحبوها وبتعلمنا جميلتك هنا كاد بتتكلم عن الوقت والمسافة بتاخدي وقت قدي عشان تيجي المدرسة من البيت للمدرسة ربع ساعة ربع ساعة دلوقتي أوفر بالنسبة للتطوير اللي بيحصل في الطرق وفي الترع وفي المصارف وفي بعض المشاريع وفي مركز الشباب اللي تبنى أحسن ولا قبل كده أحسن دلوقتي أفضل شكرا لك لسا بكمليم معاكم مشاهدين الكرام عبر شاشة إكسترانيوز وجولتنا في حياة كريمة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية وفي جزيرة الحجر في هذا المركز ومعنا النهاردة الأستاذة إلهام أهلا بحضراتك مشرفان عبر شاشة إكسترانيوز أهلا بحضراتك أهلا بحضراتك تولينا إيه والمشاهدين الكرام اللي بيشوفونا دلوقتي بيشوفوا حضرتك عن اللي حصل في هذه المدرسة داخل هذه الجزيرة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية اللي حصل اللي حضرتك لمستي من أول التطوير حتى اللحظة اللي حصل إن حياة كريمة فعلاً بالفعل يعني زبطت مبنى كان بايز السكف بتاعه كان بايز بايز بالمطرة اتشال وعمل سكف تاني جديد والدهانات والصبرات ما كانش عندنا صبرات من ديت وكعمل تاني وكهرباء وزبطوا الكهرباء التهوية بالنسبة للطلبة وعدد الفصول لا التهوية كويس اللي كان عندنا فيه كان فيه جزاز مقصر فيه عدد فصول كتير وفيه عدد طلبة أكتر كمان في هذه القرية آه والإدارة برضو بعتت لنا مكاعد كان عندنا عجلة في المكاعد بعتت لنا مكاعد ومكون حياة كويس كويس يعني موضوع مشو كويس طيب تقولينا برضو إيه إيه الوسائل اللي سهمت في إسعاد الطلبة والطالبات اللي موجودين مع حضرتك في المدرسة الفروق اللي لمسوها قبل حياة كريمة وبعد حياة كريمة الأنشطة إحنا فعالنا الأنشطة كويس ما كانش فيه تمام بالأنشطة الأول الأنشطة طولة باية آه بدأنا بدأنا مفعال الأنشطة صفحة المدرسة بدأت شغالها كويس على وسائل التواصل على وسائل التواصل وشايفين النهاردة كمان حتى يعني الكلام كان عن إشارات التواصل أو اتصال متزامن وغير متزامن اي صحيح؟ أنا بشكر حدك شكرا جزيلا شكرا سيدا وكل شكرا طبعا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام عبر هذه الشاشة الجميلة شاشة اكسرا نيوز لكم تحياتي محمد المهدي وتحيات فريق العمل اللي كان مع حضراتكم في هذه الجولة اليوم من قرى وتوابع مركز الشهداء بمحافظة المنوفية شكرا جزيلا